الدور الرعوي وخصوصاً مع الهارتقة بابا إسحاب بص كلمة الهارتقة يعني الناس اللي بيفرطوا في الإيمان أو اللي خرجوا عن الإيمان هارتوقي هيريسيس في الهبط يقولك هيريسيس فدولة طبعاً بينغاصوا على الناس في إيمانهم خصوصاً الناس اللي عندهم بساطة الإيمان وطبعاً الشيطان في كل جيل له ناس إنهم ينغاصوا في الكنيسة كده عشان يخرجوا الناس عن الإيمان يعني إحنا ما بنعدل مثلاً في التاريخ نقول لا دي وقاعة تاريخية سبتة نجدعوا بالإيمان حدش يقدر يغيره لكن في البعض عايز يغير في الإيمان يحيي لك بدع قديمة يحيي لك أمور خارجة عن الإيمان يتساهل مع ناس بينادوا بحاجات غريبة يعني في حاجات حرمتها المجامع في القرون الأولى بنسمع دلوقتي بعض الناس بدأوا يعيدوا تدور إيه الكلام دا؟ اللي جماعة تنبهوا إن الشيطان بيحاول إنه يحيي الهرطقات دي هنا بقى دور البابا سحاء عايزين نتعلم منه إيه هو؟ طبق المقولة التي وردت في الدسخولية عن الأسخف أنه يمحي الزنب بالتعليم لإنه أحيانا بعض الناس ممكن تعمل زنوب أو تقول حاجات هرطقية نتيجة عدم درستهم وعدم علمه هنا العلم بقى يدي معرفة لهوتية جميلة فبدأ إنه يعلم بدأ إنه يعلم مش يتساهل مع الهرطقة لا فيش تساهل مع الهرطق النهاردة احنا بنحتاج بالمجمع نقية اللي لما ألاقى أريوس مصر أطع من شركة الكنيسة ومات شر ميتة وكلنا عارفين مات أريوس إزاي والكنيسة اللي متشفق على بطرق زي نستور لما خرج عن الإيمان وقطعته الكنيسة في مجمع مسكوني كبير فهنا البابا مرضيش يستخدم السلطان على طول أو السيف على طول إنما استخدم حتة التعليم الصحيح وبدأ يعلم الناس من الكتاب المقدس ومن أخوال الأباء الحتة دي حتة جميلة جدا حتة رعوية إنه حريص على إيمان أولاده وحريص على رعايته الحقيقية فرجع كتير من الهراطيقة إلى الإيمان السليم أما الذي كان بقى يصر على هرطقته طبعا ده بقى هو اختار لنفسه هزا الطريق وما زلنا حتى عصرنا هذا بيحاولوا مع اللي يعني بياخد سكة تانية عارفوا يجيبوا بيجيبوا معارفش خلاص يعني بيصر على هرطقته هنعملوا إيه طيب بالضبط